السلام عليكم متتبعي قناة جيو سبور مرحبا بكم كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة الإيطالي كارلوان شروتي المدير الفنين نادي ريال مادريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبحسب ما ذكرته صحيفة سنترالي الإسبانية فإن الإيطالي وضع خطة للبقاء في ريال مادريد لفترة مقبلة خلال المركز الصيفي القادم وأكدت الصحيفة أن عن شروتي طلب من رئيس ريال مادريد فلورنتينو بيريز التوقيع مع ثلاث صفقات أولها مهاجم جديد ويبقى الخيار الأفضل هو الفرنسي كيليان بامبي نجم بيري سان جرمان رغم صعوبة التعاقد معه لتماطله في الكثير من المناسبات ويرغب أيضا عن شروتي في التوقيع مع مدافع شاب وطلب أيضا مدربة لإيطاليا التوقيع مع ظهير إسر ويعد أنفونس ديفيز نجم بير ميونخ المرشح الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر